في رمضان كان إذا حان وقت الإفطار ونمت قبل أن تفطر فلا يحل لك أن تأكل أو تشرب أو تقرب أهلك في تلك الليلة حتى أذان المغرب في اليوم التالي هكذا كان الصيام أول ما فرضه الله تعالى حتى حدث ما حدث لقيس بن صرمة الأنصاري فقد كان يعمل طيلة النهار فلما حان موعد الإفطار لم يجد في بيته ما يسد جوعه فخرجت زوجته لتأتي ببعض الطعام وحين عادت وجدته قد راح في النوم وبذلك كان لا يحل له مأكل أو مشرب حتى مغرب اليوم التالي أصبح قيس صائمة وفي منتصف النهار أغشي عليه فسقط على الأرض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية تبيح للمسلمين في ليالي رمضان الأكل والشرب ومقاربة الأهل دون قيد حتى بعد النوم قال تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ آية تجلت فيها الرحمة وبها كانت الفرحة فانظر بارك الله فيك كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون لأمر الله تعالى رغم المشقة فقد كانوا يوقنون بأن الله لا يشرع لهم إلا ما ينفعهم وأنه سبحانه أرحم بهم من أنفسهم فالحمد لله أولا وآخرا